موسيقى يقال بأنه لا ضمان للأجيال القادمة إلا بصندوق السيادة الذي يؤمن مستقبلهم ويبعد عنهم المخاطر والمشكلات الاقتصادية التي قد تواجههم هكذا أمنت أغلب دول العالم مستقبل أجيالها عبر صناديق سيادية ممولة حكوميا فماذا عن العراق؟ أهلا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج بالعراقي معكم علي الزبيدي إنشاء صندوق سيادي بات مطلبا في العراق حسب رؤية عدد من خبراء الاقتصاد وذلك للحد من التأثيرات التي تخلفها الأزمات المالية خصوصا وأن صندوق الأجيال يمثل أحد أركان الإصلاح الاقتصادي ليكون أداة للتنوع المالي التقرير ارتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم يشهدوا منذ سنوات وتحقيق إرادات مالية إضافية أحيت مساعي الحكومة العراقية لتأسيس صندوق سيادي بعد أن قبل مشروع مماثل في عام 2012 برفض مجلس الوزراء العراقي خبراء اقتصاد اقترحوا على الحكومة إنشاء صندوق باسم صندوق الأجيال تودع فيه ما يعادل الاستقطاعات من النفط والتي كانت تدفع كتعويضات إلى دولة الكويت وخصوصا بعد أن أنهى العراق كافة الدفعات التعويضية مطلع العام الحالي ما يمكنه من إنشاء الصندوق وخصوصا مع توفر فائض مالي من الإرادات النفطية على أن يكون بقرار سيادي تبعد الهيئة الإدارية للصندوق عن هيمنة الكتل السياسية حقيقة نحتاج إلى قرار سيادي ونحتاج إلى جرأ باتخاذ مثل هذا القرار في تأسيس الصندوق الـ 3% أو الـ 5% التي تذهب إلى تعويضات الكويت سابقا هذه تخصص إلى تميل الصندوق السيادي ويتم استثمارها في مشاريع استثماية داخل الدولة وخارج الدولة على شرط أن تكون الهيئة التي تدير الصندوق هيئة مستقلة على الكتل السياسية ويرى آخرون من خبراء الاقتصاد أن مصادر تمويل الصندوق بالإمكان إسناده أيضا بإرادات غير نفطية بنقل الموجودات العاطلة من الوزارات الاتحادية إلى ملكية الصندوق لتنويع مصادر تمويله مخافة حدوث تراجعات في أسعار النفط في الأسواق العالمية مستقبلا مع الانفتاح على الشركات العالمية والقطاع الخاص المحلي بعيدا عن هيمنة مركزية الحكومة بالإمكان نقل الموجودات العاطلة في الوزارات الاتحادية سواء لدى وزارة المالية أو غيرها من الوزارات إلى ملكية هذا الصندوق على أن تدار بعقلية استثمارية من أجل حصول على مصادر متنوعة للإرادات إمكانية التشغيل من قلال القطاع الخاص النظامي لهذا الصندوق بإشراف الحكومة ستساهم في تعظيم إرادات الدولة بعيدا عن السلطة المركزية والتعليمات الحكومية خبراء الاقتصاد والمال يجمعون على أهمية إنشاء صندوق سيادي مالي يدخر فيه العراق جزءا من الفائض المالي المتحقق والذي قد يسهم بإعادة تنشيط قطاعي الزراعة والصناعات في البلد أما جدوى الصناديق السيادية فقد تجلت بحسب الخبراء مطلع عام 2020 في ذروة تفشي فيروس كورونا إذ جاءت الدول الصناعية والاقتصادات الكبيرة إلى فرض إجراءات الإغلاق العام في مجتمعاتها للحد من تفشيه فاستفادت من صناديقها السيادية الاحتياطية والاستثمارية لمجابهة الفيروس بينما عان العراق مع دول أخرى من نقص في السيولة المالية بسبب تدني أسعار النفط إلى ما دون الثلاثين دولارا للبرميل الواحد لبرنامج بالعراقي أيوب رضا الحرة طيب بشاركنا الحوار في حلقة اليوم من بغداد الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي الرئيس الوزراء العراقي من دهوك أيضا معنا الدكتور أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان السابق ومن العاصمة البريطانية لندن الخبير الاقتصادي الدكتور صادق الركابي ما شاء الله عليكم ثلاث خبراء وتلاث دكاترة أهلا وسهلا بكم أمساكم الله بالخير وشكرا لوجودكم ويانا دكتور مظهر وين وصل موضوع إنشاء الصندوق السيادي للأجيال القادمة شكرا أستاذ علي وشكرا لضيفين الكريمين العزيزين الحقيقة الأمور تطورت بشكل آخر قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 معدل أشار إشارة واضحة في المادة 19 هذه الإشارة قال افترض لو هناك موازنة عامة سنوية وهذه الموازنة تدفقت عليها من الإرادات ما يغطي نفقات ويغطي حتى العجز الافتراضي الموجود فيها فأي فائضات أو أي وفرة ستذهب إلى صندوق سيادي فإذن عبارة صندوق سيادي وردت صراحة في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 لكن بالحقيقة عمليا لم تتحقق هذه الوفورات ولم تتحقق لأن تهرف 2020 لا توجد موازنة و2021 لم تتبين الحسابات الختامية الناس تقول أكو فائض لكن بالحقيقة في تقديراتي أكو عجز كان 10 مليون دينار مول باقتراضات هنا وهناك لكن في سنة 22 إذا ما توقعنا هناك موازنة عامة اتحادية مع هذه الارتفاعات الهائلة في أسعار النفط سيد وزير المالية على لسانة قال ممكن أن تنتهي السنة المالية بفائض لا يقل عن 16 مليار دولار بصراحة رقم كبير وصندوق النقد الدولي تقديراته أن العراق سيتقل من إرادات النفط فالشيء يقترب 149 مليار دولار أو 150 مليار دولار هنا السؤال بصراحة كيف تتصرف الحكومة الاتحادية في هذا الصندوق أو في هذا الحساب هذا طبعا على جدل كثير بأول مرة في الحقيقة يحدث هكذا فائض بل موز خلنا نقول يجب أن تصرف بالتجاه الصحيح حقيقة صناديق الثروة السيادية تأسست بالخمسينات أول صندوق الجالي هو في الكويت واستمرت وهناك حوالي 88 صندوق ثروة السيادية بالعالم كل واحد يعمل بطريقة أخرى ترى ومتشابهين هم هذه بلدان حقيقة مصدلة للمواطن الخام كانت عندها فائضات كبيرة القدرة الاستيعابية وطاقة الاستيعابية على امتساس هذه فائضات كباددخرات في الاستثمار المحلي كانت ضعيفة فاستثمرت في محافظة استثمارية متنوعة خارج بلدانها وخلقت الحقيقة تراكمات وخلقت ودخلت مخاطر وإيرادات قسمنا عالية فازت في أيام الأزمات العراق وضعه يختلفان فيه تقديره صندوق الثروة السيادية أو صندوق الأجالي الذي نطلح عليه سيعمل في ظروف عجز عجز كبير عجز في البنية التحتية عجز في مؤشرات التنمية بالحقيقة ولذلك هكذا صندوق يجب أن يوجه بعناية هذه الوفورات المالية يجب أن توجه بعناية لاستهداف التنمية المستدامة وهذا بالحقيقة يحتاج لقرار حكومي نعم نحن حتى نشجي بالتفاصيل أكثر وذكرت حضرتك أنه هناك صناديق متنوعة وكبلدان متنوعة بس دعونا أستأذنكم ضيوفي الكرام لدينا مجموعة من كيف هي الصناديق وما هي الصناديق وإي دول تستفيد من هذه الصناديق دعونا نشوفها الأول تبقون معينا نستعرض معكم قائمة أكبر الصناديق السيادية حول العالم ووفقا لبيانات معهد الصناديق السيادية التي سموها SWFI دعونا نشوف ونرجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للأجال القادمة وعندك مشاكل اقتصادية وديون نعم مساء الخير أستاذ علي تحية لجنابك لضيفيك الكريمين الحقيقة يعني مثل ما أكد عليه الأستاذ الكبير صديقي العزيز دكتور مظهر أنه في موازنة 2019 أدرجنا في الموازنة أنه ضرورة إنشاء صندوق سيادي يعني الهدف منه الحقيقة ليس مثل ما تعمل به الصناديق السيادية بالعالم التي هي عادة تقوم بإدارة واستثمار الفوائض المالية أو الاقتصادية مشكلتنا بالعراقية مشكلة سوء الإدارة الاقتصادية الموجودة سوء إدارة المال العام يعني كان هدفنا صدقني باللجنة المالية فقط حتى نكون رأس مال إحتياطي يستخدم في حالة الأزمات حتى الحكومة ما تضطر أن تلجأ إلى الاقتراض كلما تعرضت أسعار النفط إلى الصدمات لأنه أنا متأكد بالرغم من حقية إنشاء الصندوق لأنه أستاذ علي النفط ملك كل الأجيال ونحن نعرف أنه النفط سلعة ناضبة ما مستمر يعني راح يجينا يوم ما راح يكون عندنا نفط فإذن هل يحق للجيل الحالي أنه يستنفذ كل الموارد النفطية الموجودة وما يترك شيء للأجيال القادمة بل بالحكس لأنه الوقاعة تشير أنه حاليا الأطفال العراقيين اللي يعني حديثي الولادة يجون هم مديونين 2000 إلى 3000 دولار ويكون حال الأجيال القادمة أيضا فالهدف منه هو استخدام هذا الصندوق لمواجهة الأزمات لأنه عدنا فوائض مالية أنا متأكد لا أنا ولا أخي دكتور مظهر بالرغم من أنه جنابه مستشار مالي لرئيس الوزراء ما نعرف يعني حقيقة حجم الأموال الموجودة يعني هناك أرقام أنه مبيعات النفط والسعر المباع لكن لأنه ما أكوه حسابات ختامية ما نعرف الجزء الذي تم تنفيذه من الموازنة السابقة يعني نحن سوينا موازنة بحدود المئة وعشرين تريليون أو أقل بالتأكيد الإيرادات التي اتحققت في واحد وعشرين والأشهر المنصرمة من اثنين وعشرين راح تكون هناك فوائد فأحنا نتمنى أنه إدارة المال العام في العراق ولو أنا متشائم لأنه الوضع السياسي لا يسمح بقيام حكومة تصريف الأعمال بهكذا خطوات يعني أصلا هي ما تمتلك صلاحية لا تخديم مشاريع قوانين ولا إنشاء هكذا مشاريع لكن يبقى المشروع للحكومة القادمة إن شاء الله إذا توفقت الكتل السياسية من إنشاء حكومة قادمة طيب دكتور صادق الركابي أهلا بك في برنامج بالعراقي وشنو هي التجربة دكتور الأمثل من وجهة نظركم للاستفادة من الفائض المالي لدى العراق خاصة في وقت ترتفع في أسعار النفط بس ما نضمن لش وقت تبقى ترتفع نعم تحية لكم أستاذ علي والضيفين الكريمين السادة الكبار الدكتور مظهر والدكتور أحمد والجمهور الكريم عندي فقط ملاحظات قبل أن أجيب على هذا السؤال أولا تفضل الدكتور مظهر وهو أستاذنا تفضل أنه في قانون موازنة 2019 أنه وجد عبارة سذهب الفوائض إلى صندوق سياد وهذه أعتبرها أنا يعني ثغرة أنه قانون الإدارة المالية أعتبرها ثغرة أنه لم يوضح ما هي هذا الصندوق الآن الدكتور أحمد يقول بأنه هل هذا مثلا صندوق احتياط هل هذا صندوق استثمار هذه غير واضحة غير واضحة لديهم وهو مقرر لجنة مالية والدكتور مظهر ومستشار رئيس الوزراء هذه النقطة النقطة الأخرى يتطلب الاستفادة من العملية الاستفادة من الفوائض المالية باستثمارات تغيير قاعدة أو هيكل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد غير معتمد على النفط وهذه تحتاج إلى تقريب هزة في المجتمع العراقي أولا توفير كما تفضل أستاذ مظهر توفير البنية التحتية توفير الكوادر القادرة على الاستثمار توفير القوانين التي تحمي هذا القانون من الفساد المالي والإداري وأيضا الآن النظرة إلى الاقتصاد العالمي لأن أنت لا تمتلك في الاقتصاد العراقي ما يمكنك من أن تضع هذه الأموال داخل فقط العراق وتجني العوائد بفترة قصيرة وبالتالي أنت عليك أن تخاطر بجزء من هذه الأموال في الخارج كما فعلت الصناديق السيادية الخليجية الآن الشكل الأفضل للصناديق السيادية وما فعلته المملكة العربية السعودية في رؤية الأمير سلمان 2030 عندما قرر مضاعفة حجم الصندوق السعودي من قرابة 600 مليار إلى قرابة 2 تريليون وبالتالي هو الآن يعمل بالاستفادة من ما موجود لديه من بنى تحتية ومن كفاءات سعودية ومن خبرات حتى أجنبية على وضع هذه الأموال ليس فقط في الخارج وتعريضها إلى خسارات مالية كما حدث في الأزمة المالية 2008 عندما خسرت صناديق سيادية خليجية قرابة 27% من قيمتها الآن هو يضع هذه الأموال في الاقتصاد السعودي وينوع هذا الاقتصاد وينمي هذا الاقتصاد حتى يكون لديه إيرادات مالية تستفيد منها الأجيال الآن السؤال أنتو ذكرتم صندوق الأجيال أي أجيال نتحدث نحن كهرباء غير موجودة لدينا ما في العراق الآن لدينا مشكلة طارئة وهي مشكلة المياه فالأجيال الحالية هي معرضة للخطر فما بالك بالأجيال القادمة لذلك أنا باعتقادي أن إذا كان لدينا نظرة لاستفادة من هذه الأموال أن تكون هناك فعلا استعداد لوضعها في القطاعات الضرورية كالكهرباء والماء تحديدا لتنمية القطاعين الزراعي والصناعي طيب يعني هذه النقاط التي ذكرت حضرتك دكتور بعد الفاصل حضرتك ذكرت صناديق أخرى ويمكن هنا الأولى أن أذكر باقي الصناديق وحضرتكم طبعا تعرفوها لكن نذكر لساعدة المشاهدين هناك صندوق الاستقرار الاقتصادي المدخرات للأجيال القادمة التي نحك عنها اليوم صناديق احتياطي مع عاشات المنفع العامة والتقاعد صناديق الاستثمار الاحتياطية وصناديق الثربة السيادية للتنمية صناديق الأموال التي تستهدف صناعات معينة وصناديق احتياط العملات الأجنبية خلونا نروح فاصل وبعد الفاصل الحديث مستمر في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي للحكومة العراقية مساعي لإنشاء صندوق الأجيال خليكم ويانا أهلا بكم مرة أخرى متابعة حلقة اليوم من برنامج العراقي مراقبون للشأن العراقي أيد المساعي الحكومية تجاه تأسيس صندوق سيادي شريطة ضمان الرقابة على هذا الصندوق العراق والكل يعرف حقيقة يمر بتغيرات متعددة يعني ما نعرف اليوم وضعنا قد يختلف يوم غد قد يختلف بعد شهر فممكن حتى نضمن اليوم للأجيال القادمة العيش الكريم هذا الصندوق كلش مهم الأموال متوفرة كانت تعطى لدولة الكويت فبالتالي إنه يعني ما الضير إذا الآن يخصص هذا الصندوق ولكن بشرط أن يعطى بأياد أمينة بعيدا عن التحزبات بعيدا عن الأمور التي قد يتقاسمها البعض مثل المشاريع السابقة نحن مع هذه الخطوة لكن أن تكون هذه الخطوة وفق دراسات محددة ودراسات لها طبعا تخطيط واضح وكذلك من الشخصيات المرموقة والمعروفة على مستوى العراق وكذلك على المستوى العالمي نحن 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 بضيوفنا الأكارم من بغداد الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي من دوهوك الدكتور أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان السابق ومن لندن الخبير الاقتصادية الدكتور صادق ركابي مرة أخرى أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام دكتور مظهر طبعا تحب حضرتك تعلق على دكتور صادق أو دكتور أحمد وأيضا سؤالي كيف سيدار هذا الصندوق وكيف يمكن الموازنة مثل ما ذكر دكتور صادق أنه شون العراق عند التزامات ومصاريف في مجال الاستثمار وأيضا توفير مبالغ للأجيال القادمة نعم عفوا بس ملاحظة واحدة أنه لأول مرة يذكر الصندوق السيادي في قانون الإدارة المالية واضح المادة 19 من قانون الإدارة المالية يقول إذا غطت غطت الإيرادات كل النفقات بما فيها العجز الافتراضي وحثت هناك وفورات هذه وفورات تودع في صندوق سيادي حقيقة هنا ونقر على السطر هنا يحتاج توصيف الصندوق السيادي هنا تصدر مفروض دوائح يعني من مجلس وزراء إلى كذا توصف هذا الصندوق والحق لحد الآن لم يوصف هذا الصندوق فإستحر كل توقعات أن فيهاية هذا العام سيكون هناك حدوث 26 مليار دولار وفورات هذا تأسيس جيد لهذا الصندوق الحقيقة هناك نقطة أخرى في أنواع الصناديق أعرج عليها قليلا هناك أشباه الصناديق السيادية في العراق ووقت الحاضر احتياطات البنق المركزي بالحقيقة والمحفظة العملة الأجابية البنق المركزي تعتبر أيضا شكل من أشكال أشباه صناديق السيادية وهو صندوق استقرار العملة يدعم العملة وظيفته وبالتالي هذا يدخل باستثمارات بسيطة قليلة بخاطرة عالية السيولة إلى التزامات أو إلى أدلة استثمارات معينة هذا بعيد عن الموضوع هناك صندوق التقاعد يعتبر أيضا صندوق ثروة السيادية حال حال صناديق التقاعد في الولايات المتحدة وإلى آخره بس يحتاج طبعا إدارة قوية ويحتاج عقل استثماري واسع لا إدارة استثمارات بسيطة وإدارة أيضا بسيطة لكن لأول مرة نشعل صندوق ثروة السيادية يوجه للاستثمار في التنمية هذا صحيح من المعلق الأستاذين كريمين الحقيقة العراق بلد عجز عراق أربعين سنة هو في ديون وعجوزات يعني يختلف عن السعودية لأربعين سنة هي في وفورات يعني اقتصاد وفرة نسميها مالية على الأقل فكيف تقارن بين اقتصاد عجز لمدة أربع عقود من التنمية الضائعة وبين أربع عقود من الوفرة وإلى آخره في تقديري وأي ما تجهو به الأساتذ الكران طبعا بالحديث أن هذا الصندوق قل يكون هو ما يسمى خارج الموازنة يسمى أوبجت يعني يكون ميزانية مستقلة ويمول مشاريع ستراتيجية العراق أقرب ما إلى مجلس العمار دعونا نسميه بهذا المعنى هذا مشاريع مهمة مدر للدخل مشغل للعمل تخلق نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي تخلق تنوع كبير مثلا على سبيل المثال أنا اسمعت دعوة وأيدتها يعني مهمة عندي يعني لجولات تراخيص كبرى زراعية طبعا باسمه حسنة طبعا من هالنوع هذا دعونا نسميه هذا وإنشاء شركات وإلى آخره ويمول من هذا الصندوق وتخلق الشراكات إلى حقي فإذلك هذا الصندوق الثروة السيادية في بلد مثل العراق التنمية المستدامة بيه متعثر يجب أن يكون صندوق موجه نحو الداخل وليس نحو الخارج قد تحتفظ بعض الأموال خارجيا تستثمرها وقتيا لكن يستهدف التنمية والتنمية المستدامة فعلا يعني أنه يجب الجيل القادم أن لا تكون التنمية بيه على حساب التعثرات الذي يسويه الجيل الحالي فأنا أعتقد صندوق الثروة السيادية القادم سيكون موجه للتنمية الحقيقية في مختلف القطاعات المدرّة للدخل والمشغل للعمل وجزء من أرباح هذه المشاريع ستعود إلى الصندوق نفسه وبالتالي سيكون دافعة أو رافعة مالية للتنمية كبيرة ومتميزة طيب دكتور أحمد في ضوء ما قال دكتور مظهر أيضا أهمية تنويع مصادر الدخل يعني إذا ما كان أكو تنويع في مصادر الدخل شنو قيمة الصناديق السيادية للمستقبل نعم الحقيقة أستاذ علي يعني أنا وأستاذ العزيز دكتور مظهر ودكتور صادق وحتى جنابك نتكلم كلام نظري اقتصادي ومالي لكن الواقع شيء آخر في العراق هناك أولوية للسياسة والتبعية للاقتصاد السياسة هي اللي دير الاقتصاد صدقني احنا موازنتين في الدورة الرابعة سوينها لكن هي موازنات سياسية بامتياز احنا خلي نكون واقعيين بالعراق ما بقى عندنا جهاز انتاجي كل القطاعات الاقتصادية المنتجة متوقفة اقتصاد ريعي بامتياز يعني يستورد تقريبا تسعة وتسعين بالمئة ويصدر واحد بالمئة وثلاثة وتسعين الى أربعة وتسعين بالمئة تمويل الموازنة من ايرادات النفط فاحنا نتكلم نظري البنية الاقتصادية اللي كانت موجودة في الفين وثلاثة ما بقت يعني تعرضت الى الانهيار والتدهور وتوقفت القطاعات احنا يعني كان المفروض يكون هناك تنمية وتطوير لهذه البنية التحتية لكن مع الأسف حتى ما قدروا يحافظون على هذه البنية الموجودة فأنا اتكلم من يعني من منطلق عملي لانه الواقع اللي كانت موجود به واتوقف حتى اذا تم انشاء الصندوق هذا الصندوق ايضا الرأس ما لا راح يتعرض الى الفساد المالي والاداري والاقتصادي الموجود اذا ما عندك ارادة فعلية لتحقيق تنمية وتشكل ادارة متخصصة ما ممكن انه يعني تستثمر او تتمكن من ادارة الاموال الاقتصادية او الفوائض الاقتصادية الموجودة احنا مشكلة كبيرة النفقات التشغيلية في تطور وفي زيادة مستمرة وعدد السكان في تزايد والمشاكل الاخرى اللي عادة يعني يتم تقييم نظام الحكم على اساس يعني سواء النسب الفقر او البطالة او التضخم هذه كارثية وذكر استاذ صادق يعني احنا الان في خطر تعرض الجيل الحالي والجيل المقبل الى جفاف لانه ما بقد عدنا مناطق خضراء مشكلة الكهرباء من الالفين واربعة الى الفين وثمانطعش صار فين عليه ثلاثة وثمانين مليار دولار واربعة واربعة الكهرباء لانه ما ارادة تبني الكهرباء وانما الادارة الموجودة هي تشتري كهرباء وكذلك بالنسبة للم فنحن اولا لابد ان نراجع شنو هو نظامنا الاقتصادي وامكانية اعادة بناء البنية الاقتصادية الموجودة ثم انه نفكر باختيار ولو قطاع او قطاعين تكون قطاعات رائدة نستثمر به حتى نخفف من هذه المشاكل الموجودة ثم نتكلم عن الصناديق السيادية وادارة واستثمار الفوائض المالية الموجودة لانه اي فائد لا يحقق اي نتيجة انا كان كلامي واضح حتى من اختراحنا في قانون الادارة المالية انشاء الصندوق وصدقني كان هدف لمواجهة الازمات المالية والحفاظ على الاستدامة المالية الموجودة للحكومة نعم يعني دكتور احمد رليل تعوف السياسة للجزء الجاي بس بما انه حضرتك حجيت بالسياسة شوية هم رح نحكي سياسة اريد اسأل الدكتور صادق دكتور اكثر من جهة ما ادري تتفق وياها ولا لا تعتبر العراق يعني دولة ريعية مثل ما قال الدكتور احمد والولفير ستيت يعني هذه مشكلة حتى بريطانيا في مرحلة ما مع الفرق بالتشبيه طبعا حتى في بريطانيا وكفة ضدها كذا رئيس وزراء ورئيسة وزراء اريد اسأل هذا الموضوع شلون تتخلص منه الحكومة العراقية شلون الخطط اللي ممكن تشتغل عليها الحكومة تتخلص من كونها دولة ريعية تفضل استاذ علي عندما تقرأ كما تفضل الاساتذة عندما تقرأ في خطط التنمية لوزارة التخطيط ترى انها بالفعل خطط يعني جميلة وترسم صورة ناصعة للمستقبل لكن على أرض الواقع بالفعل هي غير مطبقة ما على الحكومة أن تفعله بكل بساطة الآن أن تتدارك الخطر الداهم الذي يهدد العراق وهو أزمة المياه وأن تذهب إلى برنامج كما تفضل دكتور مظهر عندما تكلم عن مقترح جولات تراخيص زراعية يعني بأي صيغة ممكنة يمكن الآن إنقاذ هذا القطاع الزراعي العراق قبل أن يكون نفطي هو كان بلد زراعي ويعني عيب علينا لدينا نهران ونبقى نعيش على استيراد القمح والحنطة ولدينا خبرات من القطاع الفلاحي كبيرة جدا الآن هذه الـ 26 مليار هي ليست من حق السياسيين ولا الحكومة هي من حق الطبقات المسحوقة في المجتمع العراقي وخصوصا المنتجين منهم وأعني بذلك الفلاحين إذا وفرنا هذه الأموال للقطاع الزراعي نستطيع أن نوفر فاتورة استيراد القمح والمواد الغذائية التي سنويا تنهي كاهل الدولة نستطيع أن نضمن أمن غذائي للعراق ونستطيع بمعالجة الوضع الزراعي أن نعالج ملف المياه وبالتالي حتى هذا يقودنا إلى توليد الطاقة الكهربائية إذا ترى بأن الزراعة ممكن التفات إليها وتكون نواة انطلاق العمل وأنا أقترح على الدكتور أحمد كونه يعني مقرر اللجنة المالية والدكتور مظهر أن يصيغوا مشروع لعمل صندوق صندوق طوارئ يعني تغيير هذا المصطلح صندوق سيادي لأنه لا يصلح للعراق الآن كما تفضلوا وأن يتم تعديله إلى صندوق طوارئ يوجه إلى استراتيجية إنقاذ المياه والقطاع الزراعي في العراق وأن تنطلق هذه الخطة التنمية التي أأمل أن تطبق تنطلق بدءا من الزراعة تبدأ من الزراعة وبالتالي يمكن أن تتشعب إلى قطاعات أخرى لكن حاليا نحن في خطر حقيقي وداهم المياه المياه في العراق أخطر ما يهدد الوجود العراقي نعم دكتور صادق دكتور أحمد هو المقرر السابق للجنة المالية في البرلمان السابق بس خليني أيضا أسمع وجهة نظر كاميرا برنامج العراقي توجهت بسؤال شريحة من طلبة الجامعات حول تأسيس صندوق للأجيال القادمة والانتفاع منه في حالة تأسيسة نشاهد حقيقة إنشاء الصندوق السياري هو خطوة بالاتجاه الصحيح وذلك لأن الأجيال القادمة المستقبلية تحتاج إلى بناء تحتية في الصناعة وفي الزراعة لتقويم واستمرارية ديمومة رفاه الاقتصاد بالنسبة لأموال التي كانت تذهب كتعويضات لدولة الكويت أو بعد انتهاء هذه مدة التعويضات أو الكلفة هي هذه التعويضات أنه الأفضل توظف في خدمة الشباب أو في خدمة مشاريع الشباب خاصة الشباب والخريجين عندهم أفكار كل شيء حلوة ممكن أنه فقط تحتاج إلى دعم الحكومة والاستفادة من هذه الأموال لتطبيق مشاريعهم المفروض بدون ما نضيف على الموازنين كثرة حالات الفساد وكثرة الحكومة بعدها لا متشكل يعني تصير مشاريع المفروض يعني نشون فيها مشاريع أحسن لا تنضيف عن الموازنة ويروح نفس راح نقفلها دكتور تعليقك على المواطنين أو على كلام دكتور صادق ودكتور أحمد باختصار حتى نذهب فاصل وندخل بغير الموضوع نعم دكتور مذهل فضل فضل نعم شكرا طبعا هو المنطق واحد المنطق بين الأستاذين كريمين وجنابك واضح كنا ندور في منطق واحد بس من زوايا مختلفة من حسن الصدف يعني اليوم سيد رئيس الوزراء العراقي أستاذ مصطفى الكاظمي أعلن مشروع الورقة الخضراء سماها وكأنما يحاكي هذه الذدوة الكريمة فلذلك أنا أعتقد الورقة الخضراء هي بداية لصندوق أخضر أو لثورة خضراء أسميها فلذلك البداية من الأرض البداية من المياه البداية من دالة الانتاج الصحيحة للعراق تعرف العراق تاريخيا هو مختلف الزراعة لما كان العالم لا يعرف الزراعة فأنا أعتقد البداية الصحيحة التوجه العام هو نحو البشاريع القائدة الرائدة لمستقبل العراق التي تضمن أمن الغذائي على الأقل أمن المياه اليوم نحن نتح ضغط المياه ضغط كبير يوميا يتهدد أنه سنة 2040 سيجف نهر نجلة والفرات بالحقيقة والحضارة الرافلين تزول وهذا شيء مخيف ومعيب علينا بصراحة فلذلك أمام أهداف ستراتيجية في إدارة المياه في الزراعة بالحقيقة وأعتقد هي موفرة للأمن الغذائي والأمن الوطني العراق بشكل كبير على رأس هذه الأشياء وأناشد المرة مليون أن نبدأ بتحلية المياه مشاريع تحلية المياه متوقفة بالبصرة على 6 سنوات بأسباب عجيبة غريبة فأنا أعتقد الورقة الخضراء التي أعلنها السيد الرئيس المزراء يجب أن تبدأ من مشاريع المياه أنابي بالمياه تدفع من البصرة إلى الشمال بالحقيقة طيب دكتور أستاذنك نقاوم الجفاف نقاوم هذه أستاذنا دكتور دعنا أخذ فاصل وبعد الفاصل الحديث متواصل حول إنشاء صندوق العراق السيادي وهل هو الحل الأمثل لضمان حقوق الأجيال القادمة خليكم أهلا بكم في برنامج اليوم برنامج بالعراقي حلقة اليوم من برنامج بالعراقي مساعي تأسيس العراق لصندوق الأجيال المقبلة أثارت العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي لعلنا نقرأ بعض منها على موقع فيسبوك فارس علق على الخبر بالاستعجاب وكتب حصل رمضان من شعبان غير العطش والجوع أنتم خلوا الشباب تاكل خبزة وبعدين فكروا بالمستقبل حساب باسم الملة علق على الخبر كاتبا غسلنا أيدنا من الحكومة لرفعة الدولار الأمريكي ونزلت قيمة الدينار العراقي والدول تدخل حروب من أجل رفع قيمة عملتها نختم بتعليق لحساب باسم أمين ياسر الذي نصح الحكومة بتوفير الكهرباء للأطفال أولا وكتب خلي أسس كهرباء لهاي الأطفال وبعدين نأسس للمستقبل زين نرجع لضيوفنا الكرام ونعود لنرحب بهم من بغداد الدكتور محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي من دوهوك الدكتور أحمد صفار مقرر لجنة المالية في البرلمان السابق ومن لندن الخبير الاقتصادي الدكتور صادق الركابي طيب دكتور أحمد أريد أسمع تعليقك على الورقة الخضراء التي حجع عليها دكتور مظهر يعني يبدو أن الحكومة تحاول استوشي لكن مدى إمكانية تطبيق كل هذا الكلام الجميل الذي نحجي به في وقت حتى لجان نيابية سابقة يعني أقصد لجان نيابية مالية سابقة قدمت أكثر من مرة مقترح لمشاريع لقوانين صناديق سيادية وما تنفذ منها شيء لماذا هالمرة ممكن تختلف نعم والله أنا سجلتها ملاحظة الحقيقة بس قبلها أستاذ علي أريد يعني أبلغ الضيفين الكريمين أنه هذا الفائض الذي ذكره دكتور مظهر 26 مليار الذي أنا بتقديراتي أكثر يمكن معذرة دكتور مظهر يعني قرأ عليه الفاتحة سيروح إلى تمويل هذا القانون العجيب الغريب قانون دعم الأمن الغذائي والتنمية يعني تصور قانون طارئ ويتكلم عن التنمية بالحقيقة هو موازنة مصغرة وهو التفاف على الموازنة لأنه للحكومة تمتلك صلاحية إرسال مشاريع القوانين أو إذا جاوزت هذه الصلاحية فكان من أولى بها أنه تقدم مشروع الموازنة حتى تكون تفصيلية أفضل من هذا القانون هذا أولا بالنسبة للورقة الخضراء هذا كان فيه وقت يعني الورقة البيضاء عندما قدمت إلى اللجنة المالية معاني الوزير تكلم قال أنه الورقة راح تمر بثلاث مراحل أنه بالبداية راح تكون ورقة البيضاء تصير مناقشات عليها ويتم الترتيب والتهيئة لتنفيذها ثم عندما تبدأ بالتنفيذ راح تتحول إلى الورقة الخضراء فما أعرف أنه توجه سيد رئيس الوزراء على هذا الكلام أو هو مشروع آخر أنا باعتقادي يعني ما راح يتحقق أي تقدم بالاقتصاد العراقي إذا السياسيين ما يبعدون عن الاقتصاد والمستشارين هناك تدخل سياسة أستاذ علي يعني إدارة المال العام أرجع أقول يعني قبل كم يوم أحد الأصدقاء أرسل يعني رسالة بالواتساب هناك يعني قرار صادر من أحد السلطات الثلاث من رئيس السلطة بتعين مستشار اقتصادي هو بالحقيقة خريج كلية القانون جامعة أهلية مع احترامي طبعا ويمكن ما صار لأربع خمس سنوات ما عنده خدمة وظيفية خريج قانون يتعين مستشار اقتصادي يعني يفترض بالمستشار عندما ينطي استشارة للوضع الاقتصادي المزري لهذا البلد على الأقل يكون عنده خدمة فتح 25-30 سنة يكون عنده شهادة يكون عنده لقب علمي يكون عنده تجربة يكون عنده إشراف كذا يعني تصور أنه يعني هكذا إدارة تنجح الصناديق السيادية أو الأوراق المقدمة يعني الورقة الخضراء مثل ما ذكر دكتور سابق يعني هناك خطط الورقة الخضراء نظريا أنا بوقتها قيمتها يتشبه رسالة مايستيرا وتروح الدكتوراه منظمة مرتبة يعني من حيث النظرية وعلى الورق ورقة ممتازة هذا يأخذني نعم هذا يأخذني للموضوع الذي يقولون يقولون علي أعذرني دكتور أحمد أقفرق شوية أأخير بالصوت هذا يأخذنا على كل ما يقولوها أخواننا الأمريكان هو مثل ما حضرتك قلت عليه الموضوع الموجود وبعدنا ما حاتشين بي زين دكتور صادق الألف أن تنظرون اللي هو موضوع السياسة والتأثير السياسة اليوم ما بين الاقتصاد السياسي والسياسة الاقتصادية شلون تشوف إمكانية إنشاء هكي صندوق وتنفيذ كل هذه الوعود والخطط والله مثل ما تقول المرجعية مو مثل ربعنا الأمريكان مثل جربنا تريليون ومئتين وخمسين مليار دولار راحة يعني خلنا نكون واقعين أربعمية وخمسين مليار بتقديرات هربت خارج العراق زين الآن على ستة وعشرين مليار هذه بسيطة يعني يبتلعوها بكل سهولة ولكن أنا سبحان الله قبل هذه اللقاء كنت في لقاء مع البروفيسور عادل شريف البروفيسور عادل شريف قدم الآن هو للحكومة الحالية قدم ورقة بخطة من إثنى عشر نقطة لمكافحة التصحر وتسمعها خطة الأمن المائي في العراق هذه الخطة موجودة ومن يدعي بأنه الحكومة تبحث عن حلول لا الحكومة لديها حلول على الحكومة الآن أن تمنح هذه الخطة وهو بروفيسور مشهور له يعني هو ماخذ وسام من الملكة في بريطانيا واستفادت منه حتى دولة قطر لماذا لا يستفيد منه ومن خبرات أمثاله العراق وأنا أدعو العشائر العراقية عن طريقكم أن هذه الأموال هي ليست أموال الحكومة ولا أموال السياسيين وهذه الأموال إذا بقيت بحجة أنها أموال احتياط أو أموال طوارئ أو أموال سيادية سوف تنهب لذلك أنا أدعو عشائرنا للجفاف أن يتحركوا بضغط شعبي كبير لتحريك هذه الأموال لتصرف في الملف الزراعي وإلا إذا استمر هذا الجمود والتسويف وتشكيل قانون وتشكيل لجنة والآن أمامك الدكتور أحمد والدكتور مظهر أنا لا أريد أن أدخل في الخصوصيات ولكن ماذا حصل للدكتور مظهر لهذه القامة العلمية ماذا حصل له سابقا هل تم تكريمه بالشكل الذي يليق به وهو يعرف ولا أريد أن أتكلم أكثر عنه هل تم تكريم الدكتور مثلا أحمد الصفار وجهوده هل تم مثلا وضعهم في لجنة مع الخبراء وكفاءات مستقلين بعيدا عن الأحزاب السياسية اللي يتولوا هذه الأموال بالعكس الآن يتم كما ذكر الدكتور أحمد الالتفاف على هذه الأموال بقوانين لا ما خلق الله ولا أنزل بها من سلطان وصدقني أن الآن ملف الانسداد السياسي الذي يسمى انسداد سياسي لو لم يكن هناك أموال لما بقي هذا الانسداد يعني لو الآن العراق في حالة من الفقر لرأيتهم كلهم يريدون أن يرموا بكرة النار بعيدة عنهم ولكن الآن الكل يريد أن يستحوذ على العراق يستحوذ على هذه الأموال تحديدا وعلى فوائض النفط لأنهم يدركون أن السنة القادمة أيضا سوف يكون هناك ارتفاع في أسعار النفط لذلك أنا أدعو شعبنا في العراق أن يقضي على هذه التسويث وأن يطالب بمظاهرات شعبية تطالب بإطلاق هذه الأموال على الزراعة والمياه والصناعة دكتور شكرا دكتور صارق دكتور مظهر أريد أسأل ما هي الضمانات التي يوفرها إعطاء مساحة للاقتصاديين في إدارة الملفات السياسية عفوا الملفات السياسة المالية وإبعادها عن السياسيين طبعا هو فعلا البلاد بحاجة إلى مؤسسات مستقلة فعلا في هذا الشكل ففي تقديري كانت النية إلى إنشاء مجلس إعمار ومؤسسة مستقلة بيها موازنة أيضا أوبا جسموها من هذه الفائضات وبالتالي توجه بالشكل الصحيح النهضة التي بدأت بيها ماليزيا أو سنغافورة بدأت بدفعات كبيرة يعني ماليزيا من تقرأ عن تجربتها شوف بدأت بالتعليم ركزت وركزت على الاستثمار في الزراعة زيت النخيل ما أقول بهذا المعنى هذا فشوف هي نحتاج إلى دفعة قوية فإذا كان انطلاقة من الزراعة وانطلاقة من الأرض وانطلاقة من المياه أعتبرها هي الدفعة قوية لعجلة التنمية بالعراق بشكل صحيح زين دكتور دكتور مظهر أنا باقي حضرتك أعذرني المقاطعة دكتور إلى أي مدى فعليا يتأثر عمل الاقتصادي بالسياسة اليوم بالعراق أخطر شيء المحاصصة بالحق يعني power sharing هي أخطر شيء بصراحة يعني بالحق المؤسسة للقرار الاقتصادي يجب أن تبعد عن المحاصصات السياسية التي هي أخطر ما يمكن من متابعتي إليها بالحقيقة تجعلنا ننزل إلى ما يسمى بالتفضيل الثاني والثالث بالحقيقة وبالتالي الهيئات الاقتصادية والهيئات المختخضة لمستقبل العراقي يجب أن تكون هيئات فنية مستدامة عملها طويل الأجل بعيد عن التشخيصات السياسية وتقاسم الكعكات بهذا الشكل المؤلم بالحقيقة دكتور أحمد صفار تعليق يعني باختصار أستاذ علي الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة متى ما تمكنت الاقتصاد من قيادة السياسة فأنا يعني بتوقعي أنه مبشر بالخير الاقتصاد هذا البلد ربما يبدأ بإعادة البناء وتحقيق التنمية وإذا بقيت على الحال الموجود أنه السياسة هي التي تقود الاقتصاد وبإدارة غير متخصصة بالتأكيد سيكون الواقع ربما أسوأ حتى إذا تكونت هناك فوائض أكثر وأكثر وأنا بتقديري حتى إذا وصل برميل النفط إلى 200 أو 300 دولار على وفق الإدارة الحالية لا أعتقد أنه تتحقق أي تقدم بالاقتصاد العراقي ونبقى اقتصاد ريعي اقتصاد هش نعيش حالة الأزمات المتواصلة في حالة تعرض النفط إلى أي صدمة أو إلى أي مشكلة تكون النتيجة تدهور أسعار النفط نعم دكتور أحمد أيضا دكتور صادق ذكر بأنه وهذه وجهة نظرة أو تحليلة للأمور بأنه حتى الأزمة والانسداد السياسي اليوم جزء منه الوفرة الاقتصادية والوفرة المالية الموجودة اليوم بالعراق هل تتفق مع هذا الطرح دكتور أحمد نعم بالتأكيد أنا متفق يعني كل الكلام اللي طرحوا الأخوان الأعزاء أنا متفق معاهم لأنه وإحنا اقتصاديين ماليين نفهم الكلام اللي نقوله وجنابه كذلك أستاذ علي لكن يعني صدقني السياسة هي اللي تمنع من تنفيذ هذه الأفكار الموجودة للواقع أنا ذكرت يعني الموازنات العراقية اللي هي تعتبر خطط اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية اللي هي تعبر عن البرنامج الحكومي وتأكس السياسة المالية والاقتصادية على أرض الواقع هي موازنات سياسية لأنه في موازنة 2021 حاولنا باللجنة المالية نضع فقرة وحدة فقط ننطي مجان للقطاع الخاص لأنه كلنا متفقين أنه القطاع العام الدولة ما بإمكانها تحقق أي تطور شكرا أعذرني للمقاطعة لا بد من مشاركة التطاع وقت وقت البرنامج دكتور أحمد أدرنا للمقاطعة اليوم استغفادين كثيرا منكم وشكرا لإثراكم حلقة اليوم ضيوفي الكرام إن شاء الله الحلقة الجاية إذا نحكي بالاقتصاد نكون أكثر تفاؤلا أشكركم ضيوفي الكرام من بغدار الدكتور مضهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي للرئيس وزراء العراقي من دوهوك الدكتور أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي السابق من لندن الخبير الاقتصادي الدكتور صادق الركابي ضيوفي الكرام شكرا لكم مرة أخرى وشكرا موصول لكم سالتي على طيب المتابعة وباشر حق جديدة من برنامجكم بالعراقي لا تنسون تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي دائما خليكم ويانا في أمان الله سمعنا إلى أصوات لسفارات الإمذار في الحاصمة كييف هذه الأنباء تشير إلى التحركات العسكرية الروسية والتفدل الحاصل نحو كييف أزمات توالت قلبت موازين السياسة ومعركة مفصلية